بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا مع حضراتكم عن تزكية النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتحدثنا عن أهمية هذا العلم وهو علم التزكية وأنه لما غاب ظهرت الأزمات والاضطرابات النفسية فهذا العلم غاية في الأهمية فقد قال عنه الإمام أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه وأرضاه من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر لأنه هو العلم الذي به النجاح وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فما قيمة الصلاة إن لم تنهك عن الفحشاء والمنكر وقد قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما قيمة هذه العبادات إن لم تهذب أخلاقك فالأمر المهم والأمر الضروري أننا من خلال العبادات نزكي أنفسنا وأخلاقنا وقد قال ربنا واتبع سبيل من أناب إلي الاقتداء بأهل الإنابة وبأهل الله أمر ضروري في التربية والاقتداء اهدنا الصراط المستقيم كيف أهتدي إلى هذا الصراط من خلال هؤلاء الذين قال الله عنهم صراط الذين أنعمت عليهم لماذا قال الله بعدها مباشرة صراط الذين أنعمت عليهم ليبين الله لنا أنه لا بد من الاقتداء بأهل الإنابة أن نسير على نهج أهل الله أن نتخذ الصحبة الصالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نحن نقف على هذا المعنى لنقول الناس ثلاثة رجل كالغزاء تحتاج إليه في كل وقت هل تستغني عن الغزاء والطعام والشراب؟ هناك رجل كالغزاء لا تستغني عنه وهناك رجل كالدواء تحتاج إليه في وقت الهموم والأحزان وفي وقت المشاكل وفي الأزمات وفي الصعوبات تلجأ إليه وهذا الرجل لا بد لك عنه وراجل كالداء يأتيك بالأخبار السلبية ينغص عليك حياتك هذا ابتعد عنه تماما لأنه كما قالوا من جالس جانس من يعطيك طاقة سلبية لا تجلس معه من يدخل عليك الحزن لا تجلس معه من يزكرك بالله كن حريصا على الجلوس معه من يأخذ بيديك إلى الله احرص أن تجلس معه الناس سلاسة رجل كالغزاء ورجل كالدواء ورجل كالداء نعوذ بالله من هذا الصنف السالس وقد قالوا لولا المشقة أي الجهاد والمشقة في تسكية النفس والارتقاء بالأخلاق أن نصل إلى مكارم الأخلاق لولا هذا الجهاد ولولا المشقة في الطاعة ما تفاضل المؤمنون إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم أورصنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير هؤلاء السلاسة قال ربنا بعد نهاية الآية جنات عدن يدخلونها لكن مع الاختلاف في الدرجة وهناك من العلماء من قال المقصود السلاسة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الجميع يدخلون الجنة هذا رأي للعلماء ورأي آخر الذين يدخلون الجنة المقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله لكننا نطمع في رحمة الله نطمع في كرم الله نطمع في عفوه سبحانه فرحمته سبحانه وسعت كل شيء لكن مع اختلاف الدرجات فلولا المشقة ولولا الجهاد ولولا التعب ما تفاضل المؤمنون فعلى قدر تعبك وعلى قدر اجتهادك تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتحصل على القرب إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة